حلم فريق من الطلب الإيرانيين في المشاركة في سباق دولي للسيارات العاملة على الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة رهن بإيجاد شركة طيران توافق على شحن سيارتهم قبل شهر من موعد السباق وقد سمم طلاب جامعة أزاد في قزوين سيارة عاملة بالطاقة الشمسية أطلقوا عليها اسم هوين اثنين ومن المقرر أن تشارك هذه السيارة المستطيلة الشكل والتي يبلغ طولها أربعة أمتار ونصف في تموز يوليو المقبل في سباق أمريكين سورر تشالينج الذي يمتد على مسافة 2700 متر ويجتاز سبع ولايات أمريكية وجدنا أن هناك مصابقات على المستوى المهني للسيارات الشمسية في جميع أنحاء العالم في أستراليا، في إفريقيا والولايات المتحدة هذا يعطي الطلاب الدافع والتشجيع على الاعتقاد بأنهم قادرون على صنع مثل هذه السيارات لكن هوين اثنين قد لا تجد طريقها إلى منصة الانطلاق في الرابع عشر من تموز يوليو المقبل بسبب عدم توفر طائرة شحن لنقلها إلى الولايات المتحدة والعائق هنا ليس مالياً بل ديبلوماسي مرتبط بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل والقيود التي تضعها الولايات المتحدة على المنتجات الإيرانية بالاستناد إلى قوانين المسابقات السابقة كان على المركبات أن تكون بثلاث عجلات ولكن مع القانون الجديد السيارات تتجه نحو أربع عجلات وأكثر نحو السيارة التقليدية بحيث يمكن لأي شخص استخدامها أرغب في رؤية مهندسين من جميع أنحاء العالم الذين يعملون في هذا المجال أتمنى أن يتم إنشاء فرص لتبادل معرفنا وتجاربهم لحيث طولت أفكار جديدة في مجال سيارات الطاقة الشمسية ويمكن أن نجعل هذه السيارة عالمية هذا وتجري مفاوضات أخيرة مع شركة طيران إيرانية قد تحصل على الأذنات المطلوبة لنقل سيارة هاوين 2 إلى الولايات المتحدة عبر دبي إلا أنها لا تستطيع ضمان وصول المركبة قبل الأول من تموز يوليو المقبل بسبب إجراءات الجمارك مع فريق الطلاب الـ 12 الذين نالوا جميعا تأشيرات الدخول اللازمة لدخول الولايات المتحدة وتعتبر منطقة قزوين الإيرانية مثالية للبحوث بشأن الطاقة الشمسية إذ تشرق الشمس فيها بمعدل 300 يوم سنويا كما أن طرقاتها مستقيمة وبحالة جيدة وسط مشهد يغلب عليه الطابع الصحراوي